يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نهلنا فل يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نهلنا فل السلام عليكم صباح الفل والجمال على عينكم صباح كل حاجة حلوة في الدنيا عاملين ايه؟ روتين النهاردة روتين مختلف من نوعه روتين النهاردة جامد اخر حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تحطوا عليه لايك ولو مش مشتركين ياريت تنورونا بالاشتراك عفوزين نوصل للفيديو ده الخمس تلاف من اللايك بطلبها بقلب جامد لان فيديو النهاردة مختلف من نوعه طحفة 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 روتيننا مش عادي لان معانا احلى عشر قنوات على اليوتيوب فريق الشماليل احلى شماليل دول واللي هنبدأ معاكم فيديو النهاردة باستلع على النبي اهم حاجة في الفيديو كله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده هنبدأ اليوم بتاعنا بتفتيح كده البيت وندخل فيه هو ربنا والشمس واحلى صباح على عيونك وكلكم يلا بسرعة قومي فتحي للشمس كده وهوي بيتك وكمان شميس حاكتك لو عندك شوية غسيل لاميهم وجاري طبقهم طبعا للمتهم دلوقتي وهدخل معاكم طبقهم علشان نبدأ كده اليوم بتاعنا بنشاط وهمة تسحي بدري هتعملي كل حاكتك في البدري قديني طبقتهم اهو تشجيع حلوة كده لشغل البيت في الوقت ده انا عاوزة لنحضر فطار فان شاء الله هنزل كده عندي سماحتي حبيبتي عشان نفطر معاه هنتجمع كلنا عندها وهنروح عندها قبل ما تنزلي من بيتك تشوف الفرض اللي عليك وتصليه عشان ربنا يرضى عليك وتبدأ اليوم كمان بذكر ربنا كده وحاجة تديك نشاط وحيوية يلا بقى نروح دلوقتي عندي سماح علشان نفطر معاها الفطار المتين مش مدين قوي بس يشغل ومية مية اهلا بدودي وحبايب دودي اهلا بيكم النهاردة هعمل معاكو احلى فطار جايبة كده شوية فينو وانواع جبن كده هم نوعين جبنة جبنة مزبدة هعملها معاكو وهو والجبنة ديت بندة بالاشطة تحفة 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 جربوها الكوباية دي ب 27 جنيه بس بترمي معاكي سندوتشات كتير طعمها اشطة خرافة احلى طعم فيها بالاشطة انا مجربها وحلوة جدا والجبنة المزبدة دي انا بموت فيها بنجيبها كده في علم شرفتوني ونورتوني ببيت المتواضع بما انكو فترتوا بقى يا بنات تعالوا عملكو فنجان القهوة المتين يلا بينا انا عندي البنة حطها في العلبة دي هحط لفنجان القهوة معلقة بن كبيرة وحوالي كده ايه نص معلقة دي القهوة بتاعتي هتعذبكو جدا وكمان السكر بحط نفس المقدار معلقة سكر وربع بس كده ربع المعلقة خلاص وبجيب ميا بقى شابه دفل كده هبدأ احط على البنة بس كده وهبدأ ان انا احاول ادوبها كويس جدا بس كده علشان كده بحط عليها ميا شابه سخنة بعد كده هولع بقى السبرتاي بتاعتي احلى قهوة بقى هتشربوها على السبرتاي وحط القهوة بتاعتي تستوي على نار هادية الله الله يا امل الله ركن الجهو بتاعك ده حلو جدا عجبني خالص انا استدائي بالله كنت بفكر اعمل واحد كده انت هتخليني افكر كويس واعمل واحد زيك جميل جدا عجبني بصراحة تسلم ايديك عن ركن اتفضلي يا ميرو يا حبيبتي والله ده سهل خالص ومش مكلف ابدا انا حطى فيه حاجات متوفرة جدا هتكون عندك تعالي بص يا ستي انا حطى فيه ايه حطى فيه الزهرية دي الزهرية دي كنت شارياها وكانت عندي في البيت ونقلتها من مكان لمكان وكمان البرطمان ده كنت حطاه وحطى فيه شوكولاتات كده علشان القهوة بتحب الشوكولاتة يا ستي وبصي كمان الورق ده انا كنت طبعا من عنت وفرغته كده قصيته ولزقته باللز والساعة دي كانت عندي كمان نزقتها هنا علشان تدي شكل حلو للركن وكمان بستفيد منها في المطبخ يعني انا مش حطاها كده بس كمان حطى فيه حامل الفنجين بتاعت القهوة سواء صغيرة او كبيرة والصواني بتاعت القهوة وفي نفس الوقت بيباني انه هم كلوح شايفة وهنا يا ستي حطى السبيرتاي بتاعت القهوة الحلوة بتاعتي والعلب دي حطى في واحدة بن وفي واحدة سكر وفي واحدة سكر التخسيس علشان ما نتخنش يميره وكمان حطى هنا شوفي البرفان ده برفان برحة القهوة تحفة علشان كل شوية كده ارش منه رشة وحس بركن القهوة الجميع اي رأيك بايا سبتي في الركن ده ولا هيكلفك اي حاجة جميل جدا عجبني بصراحة تسلم ايديك على الركن معلش يا بنات انا كده هستأذنكم بس دجايق بسيطة هطلع فطر الطير بتاعي وبص عليه بصة وان كان محتاج تنظيفها نظفه وفعلا اللي جيتوا محتاج تنظيف نظفت له زي ما انتو شايفين مسكت المجاشة كده واستقبلت بطات الجداد اللي فجأت ان جوزي جابهم لي وقلت اكنس لهم القوضة بتاعتهم الجديدة ماشي وهحط لهم اكل وفطار عشان امنسهمش قبل يومي زي ما انتو شايفين انا هنا بنظف لهم المكان بتاعهم وهحط لهم الاكل والشرب بتاعهم وهروح نزله على طول خلاص كده انا خلاص هطلط لهم العش والمية عش مبلول ومية وشوية كده هحط لهم الغلة وهنزل خلاص والله اعددكو عسل ما يتشبعش منها تعالي بقى ناكل الكانتالوب ده يسمحها لما البيت ميرو تخلص الشاور بتاعها وتطلع انا عرفاها تخلص الطيور بتاعها من هنا وتنظف لهم وجارية تاخد الشاور المتين انت عارفة ميرو حلوتها وطعمتها الله علي الله علي انا هنزل بقى لعياني واخد لهم احلى شاور انا هاخد شاور ووريكم الحاجات اللي انا باخد بها الشاور بتاعي كمينة ده باخد شاور بالجسمي وده لشاعري بنسنون اللي حط فيه بتاع دهو مع الكتين جرونفل زي ما اتفقنا عشان بيطر الشعر وينبت الشاعر وهنا ده حمام الكريم بتاعي هيردول انا كل شهر بغير يعني على حسب فده هيردوك حمام الكريم وهنا فيفي دول ويندو اللي خلطهم على بعض في البخاخة بتاعتهم وبعمل بيهم وهنا كان عشان عندي جشرة فشار كنت جايبة نيزا بيكس ده شامبول الشاعر وده عشان قفر كبير اللي والله علي الله علي لازم اجننهم بريحتي وانا رايحة لهم صباح الفل واللي هان على عيونك يميرو صباحك زي العسل هي دي ستات ولا بلاش اللي اخذ بالها من بيتها ومن تيورها وبتاكل اكل صحي ان شاء الله النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا هو ان احنا هناخد مكنستنا ونمشي بيها على السجد كله يلا قمي تشطري وهاتي مكنستك ويلا بينا سواء فيه على الارض السجد او مفيه السجد او اماكن فاضية مفيه السجد المكنستها هي الحل هتمشي بيها على السجد كله وعلى الارضيات ولو عندك القطعة بتاعت الستاير والانتري كمان امشي بيها هتريحك جدا 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 القطوة دي بتخليك مفيش اي زر الطرف في البيت لما تيجي تنظف التنظيف العميق مش هتتعابي خالص هيبقى حاجات بسيطة جدا كمان لو جالك تضيف على فدئة بيتك هيبقى نظيف وزيل فل ومية مية ولو مش عندك المكنستها الكهربائية تقدري تعملي ده بمكنست عادية جدا هتجيبي المقشة وتعملي بيها الارضيات والسجاد ولو عايز تعملي الانتري تقدري باي فرشة عادية خصصيها للانتري اعملي بيها الانتري بتاعك كمان ما تنسوش المكنست تفضل الكيس بتاعها اول بول وتلموها اول بول قبل ما تشجوها بما ان تجي بقى فتحت لنا الشبابيكي النهاردة وسمح حضرت لنا احلى فطار النهاردة وامل كمان عملت لنا اهوة جميلة جدا تعدل المزاج بجد ومرو كمان فطارت الطيور والنهاردة يومنا زي الفل وزي العسل وبيبقى كمان على ما تكنس البيت هعمل انا ايه بقى يا حلوين هدخل انا بقى كده روى القوض وظبط السرير بتاعتي عشان يبقى البيت معي زي الفل وبما ان النهاردة البيت متفتح كده والشمس دخلة وجميلة جدا فهغير فرش السرير عشان يبقى نجيف معايا وزي الفل وطبعا احنا عارفين ان التهوية شيء مهم جدا للشقة بيغير معاك ينفس الشقة على طول وبيخلي الريحة جميلة جدا وكمان حاولي على قد ما تقدري عطري بيتك بعطر مميز انتي بتحبيه هيخلي معاك يريحة شقتك معاك زي الفل وكل اللي يدخل شقتك يقول تسلم ايديها وتسلم نظافتها وريحة شقتها الجميلة وانا هقوم اعملكو الغدع السريع كده وان شاء الله مش هياخد وقت وكل حاجة متوفرة مش هنشتري حاجة من بره اعملكو طاج المكارونة بشوير مالفراخ مفيش اسهل منه معانا كيس مكارونة قلم ومعانا خمس فصوص طوم مهروسين مدقوين مع قرنفلفل حامي وشوية كزبرة وشوية ملح ومعانا كزبرة نشفة وملح وشوية سكر وكمون وفلفل اسود والسلسة بتاعتنا على النار حطيت عصير الطماطم يكون مضروب كويس على النار مجرد ما هيبتدي يغلي هنزل بالطوم بتاعنا وهننزل كمان بالتوابل بتاعتنا وهنزود عصير الطماطم دوت بشوية مية مش عايزين الطماطم تكون تقيلة احنا عايزين عصير الطماطم يكون خفيف علشان السلسة دي اللي هنسوي فيها المكارونة خلاص هسيبها تغلي غلوة وبعد كده هبتدي اضف لها معلقتين زيت في الاخر بعد ما اطفي عليها النار خلاص هي كده السلسة بتاعتنا هفيش اسهل من كده هنبتدي نحط عليها معلقتين زيت ونسيبها على جنب ونبتدي نحضر الفراخ بتاعتنا خلاص كده السلسة جاسة تعالوا بقى مع بعض نشوف الفراخ بتاعتنا ومعنا بصل وفلفل الوان ومع لقتين خل وعصير اللمون وجنزبيل وفلفل اسود ورشة ارفة وملح وشوية بهارات فراخ ومعنا مع لقت زبادي هننزل بعصير اللمون والخل والتوابل وهنقلبهم كويس جدا وهننزل بالفراخ بتاعتنا هنقلبها في الخليط ده ممكن تسيبيها شوية نص ساعة ولا حاجة بس انا هستخدمها على طول ومعنا مع لقتين زيت على النار هننزل بالشوير المبتاعتنا او الفراخ بتاعتنا بالشكل ده لغاية ما تشرب كل السواي اللي موجودة فيها وبعد كده هنبتدي ننزل عليها بالبصل ونشوح البصل معاها لغاية ما يدبل وبعد كده هننزل بالفلفل الالوان بتاعنا وخلاص كده معنا الفراخ جهزة والسلسة جهزة هنكون دهنين اطاج متاعتنا زيت وهننزل بالفراخ بتاعتنا وهننزل بالمكارونا بتاعتنا نية اهم حاجة تسيبي تقريبا عقلة صباح من فوق كده علشان المكارونة بتاعتنا لسه هتين في شهو تستوي وهنملى الطواجن بالسلسة نغطي المكارونة بتاعتنا بالسلسة ونغطيها ونحطها في الرف الوسطاني لغاية ما تستوي وده شكلها اتفضلوا يا بنات الغداء انتو كل حبابكم ها ايه رأيكم هو ده بقى الحلو فعلا الواحد اللي كان بجد يعني مستني حل بيه بعد الطواجن الجامد ده تسلم ايديك بجد يا حبيبة قلبي تحفى احلى بلح الشام من احلى امي يوسف الله 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 عليك يا لوزا وعلى طواجنك الحلو اللي دايما راحتها جايبه اخر الشارع اكلك دايما يا رحاب مشرفنا ومنورنا برحته وطعمه وشكله وجماله والريحة ما قلكيش الله على طواجنك يا لوزا تسلم ايديك تسلم ايديك احلى طواجن واحلى اكل ممكن تشوفيه وتشمي ريحته من اخر الشارع دايما هتلاقي عند رحاب عارفين انا بقلي قد ايه ما اعملش التواجن دي بقلي كتير جدا خاصة كمان ان هو سهل وسريع لازم اجرب طواجن حبيبتي رحاب ما شاء الله عليك يا حبيبتي بما انك ضروره عملتنا الغداء الجامد ده بصراحة زبطتوني النهاردة فطار وغداء وحلو وقهوة وتنظيف وطيور بسم الله ما شاء الله عليك وانا اقضى فاضية كده يبقى انا بقى اللي عليك ان انا اغسل المواعين بتاعة الغداء وهبتدي بقى غسل المواعين بعد الاكل على طول زي ما انتو شايفين سحابي روقوني النهاردة ما عملتش حاجة فقررت ان انا اغسل المواعين وعلى طول بعد ما اتغدينا بدأت في غسل المواعين بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبسرعة بسرعة 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 غسلت المواعين ودي نصيحتي لكم يا بنات في الفيديو ده انكم بعد الاكل على طول تبدأوا غسل المواعين على طول على طول عشان المطبخ يبقى رايق وجميل ونضيف مaldoو عليم اقسال ايديك بالم Acts اي ما مشان؟ اقمي من راك اقومي على الاكل عملت انا باقى واز�zteالنا وازق بنسب, اه بسرعة معاق اصحاب السمين استغطي أكثر اوه اوه احيان بسار تض Ministry من الرئيس النصيحة له مواعينك ثيراء الحساب مواعينك أحس Havenة لم تكفلو شيو تحكوا مشانايا يا سامي صاحبي جل Sveri كانت لأينا فقط ail بنسير الفتاة ده كويس. اتمنى طريقتي في غسيل المواعين تعجبكو. ويلا ام يا شطر اغسل مواعينك وخلي مطبخك نديفة على طول تدخلك كده نفسيتك تبقى مسترياحة وجميلة. يلا شايفين بيبرق بيبرق يا ميرو بيبرق. وكده خلصت غسيل مواعيني. بعد بقى ما اتخلصي مواعينك وتتصفى خالص من المية تعالي اقولك كفلتين حلوين جدا لتنظيم المواعين بتاعتك. اه اول حاجة هنجيب البسكت اه بتاع المنظم دا وهنجيب مع انا حبل يكون متين. اه متين شوية وهقولك كمان بديله ايه? وهتبتزي ان انت يتخرمي البسكت كده في حالة لو ما كانش متخرم كويس. ولو يعني بترف السكينة ولو كان اه واسع معاك خلاص تمام زي الفل. هنبتزي ان احنا ندخل السلك بتاعنا او الحبل بتاعنا. بالطريقة دي كده رايح جاي نفس فكرة المنشر بالضبط. كأنك اه يعني بتعملي حبل الغسيل. اه شكله ده كده. طبعا هنرتب فيه بقى غطيون المبخ بتاعتنا. غطيون الحيلة القصي اللي هي بتغلبنا وبتتعبنا ومش بنلاقي لها مكان. ايه رائك بقى في الفكرة الحلوة دي شكلها حلوة جدا ومنظمة. طيب البازيل بتاعها زي ما قلت لك كده ايه عصيون الشيش طوق هتركبها بنفس الطريقة وبرده ترتبي فيها الغطيون بتاعتك. مش بس كده هقولك على فكرة كمان ترتبي بها علب التلاجة بتاعتك بعد ما تغسلها برضو وتنشف. بالمنظم ده طبعا معروس جدا جدا. هنستغل كل ركن فيه بالشكل ده. هبتري حط العلب الكبيرة آآ بس تكون آآ على الطرف بالزبط وبعد كده هحط تحتها علب وكمان يمين وشمال علب. هنستغل كل جزء فيها وكمان الغطيون برضو هنرتبها بشكل حلو. هنحط كده آآ الكبيرة في النص ويمين وشمال هنحط العلب الغطيون الصغيرة. وده كده المنظم لملك كل العلب بتاعت التلاجة بتاعتك. آآ والغطيون بتاعتها كمان. ايه رأيك بقى في الفكرتين اللي انا قلتهم لك النهاردة طبقهم هيجبوك جدا. ما تتخيليش بقى التنظيم بيرايح عين الواحد ازاي ويرايح نفسية الواحد ازاي لما تكون حاجته مترتبة ومنظمة. يا بنات وعلى لمتكم الحلوة. انا باجا هجوم اعملكم حاجة حلو بيها علشان الجاعدة الحلوة دي. تعالوا باجا. نشوف هنعمل ايه لاصحاب الحلوين. اول حاجة هنبدأ بيها الشرباط. هنحط اربع كبات من الصب. عليهم ثلاث كبات من المياه. بعد كده هناخدهم ونحطهم على النار. خلاص كده يا حبيب الشرباط جلز معي زي ما انتم شايفين. هنحط عليه كده نقطتين من اللمون. وبعد كده هتفع عليهم. حطيت الشرباط بتاع كده على جنب علشان يبرد. وبعد كده هنحطر مع بعض العجينة. معي هنا كوبايتين من الدجيجة عليهم رشة ملح ونص معلجة من النشا. هستخدم باكوب من البكنج بودر. وثلاث ورجات من الفانيليا. معي هنا معلجة كبيرة من الزبدة. وكمان هستخدم بطين. هجيب الطاصة بتاعت كده على النار. وهخط عليها كوبايتين من المياه. هنحط معلجة الزبدة. وكيس فانيليا. اول ما المياه بتاعتي كده بدأت تسخن. هنزل بالدجيج. خلاص كده زي ما انتم شايفين معي انا غيرت الدجيج كل من العجينة بتاعتي. هجلبها كده. وبعد كده هتفع عليها. العجينة بتاعتي بردت زي ما انتم شايفين معي كده. هبدأ دلوقت يجيب البيت. وهت علي كده كسين الفانيليا. وهنزل كده على العجينة بتاعتي بالبيت. اول واحدة كده. وهبدأ اعجل بالشكل ده. بعد ما عجنت العجينة بتاعتي كويس خالص. حطتها في كسل حلواني. وهبدأ دلوقت نزل بيها. ههدو النور عشان الحلو بتاعي يستوي كويس خالص من جوة. اول ما لونه يتغير معي كده هبدأ اجلب. بالشكل ده كده. اه رأيكو باجا يا بنات. استهلا بجشيف ولا لا. شايفين طبعا. بالسهلا على جلبكم يا رب. وتسلم ايديكي يا ام يوسف. الواحد كان محتاجي يحلي بعد الطاجن اجام الدوت. بقى احلى حلو من ايديكي. بلح الشام جميل جدا وشكله بجد طحفة. تسلم ايدك يا ام يوسف. الله 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 تسلم ايدك يا ام يوسف. بجد حاجة تشرف وتنور الحلو ما يطلعش غير من الحلو اللي زيك. تسلم ايدك احلى حلو احلى عسل. ممكن نشوفه من ايد ام يوسف. فعلا قناة بيتي اجمل حلو. ممكن يطلع من ايديها زي العسل. تعالوا روح ونشوف خناة ابن يوسف ونقول لها تسلم ايديكي على اجمل حلو شفناه من ايديكي يا لوزا. بجد حاجة جنين في الشتا اللي احنا فيه ده وحاجته بالروعة روعة روعة. الله الله على جماله. بس انا مش هاكل منه انا عاملة ضيق. انا واحدة محترمة نفسي وعملة ضيق. مش هاكل منه ابدا ابدا. غير اربع خمس وحدات بس كده. مما انكم كلكم طلعت وستات جمدة جدا وعملتم يوم مالوش حل وانا متأكد انه يكون عجب الناس لازم اكافئكم فهعمل لكم وصفة جبارة. ولا تقول لي حمام مغربي ولا تقول لي اي دلكة تخيلتوها. النهاردة هنعمل دلكة النشا والبن علشان تختموا بيها يومكم الجميل وتقعدوا كده مستقناصين في اخر اليوم. معلقتين بن معلقتين نشا معلقتين سكر هنعجن كل ده مع بعضه بمية ورد وهنحط له فيتامين اي موجود في اي صيدلية. كل اللي انا هعمله ان انا هحط المواد الجافة على بعض النشا والسكر والبن على بعض وهقلبهم كويس جدا الاول مع بعض اخليهم متجنسوا كويس جدا وبعد كده هبتدي اضيف مية الورد وعجن كويس جدا لحد ما توصل عندي قوام قريب من قوام الكيكا او قوام سكراب يكون سايل شوية. فمية الورد لا يوجد معيار معين ضيفي لحد ما توصل للقوام اللي هتشوفي ده القوام اللي انا عايزها انا هضيف حاجه كمان مش عايز اضيفيها شئ رجالك تقدري تستبدليه باي حاجه زيت شونسون بيرطى بالجسم حلو جدا ويخلل مع وزي الفل فممكن تستبدليه بزيت جوزهند او زيتون عادي جدا بعد الشوار كل ده بيروح. هضيف منه معلقة كبيرة وبعد كده هحط الكابسولتين بتوع فيتامين اي حلوين جدا ومفيدين جدا للبشرة بعد كده هحط هذا السكراب ده بارتمان صغير وحطنه عندي في الحمان كل ما يجي اخد دوش افتكر كده وانا بخسر راسي لحد ما خسر راسي ده اللي لاكي جسمك بيه افرديه على جسمك سبيه من خمس لعشر دايق بالكتير قوي وممكن خمس دايق كمان بعد كده بيلوفه مغربية او بيلوفه عادية او بيدك ابتدي افروكي جسمك كله بحركات دائرية وهتدعيلي من النتيجة اوعوا تنسوا تعملوا حطوا عندكم في الحمان وده جايزة ليكم علشان انتو عملتوا يوم هاي الجد يا رب ارتيني النهارده يكون خفيه على قلبكو وتقدروا لانتو تفكوا الابتسامة الجميلة دي اللي دايما مجبوطة هنهي معاكو الفيديو النهارده بمشروب استحري استغفر الله العظيم ارفة اهلا مشروب ده ولا ايه؟ اي حاجة كلتيها في اليوم بتاعك او عايزة خسي او بطنك تبقى نظيفة كده وحلوة وكمان ممسوحة كده اعمل المشروب ده نصم على اوان الارفة عليه بكت من الشاي اللي اغدر وكمان بكت من النعناع وكمان بكت من شاي ريجيم اللي هو ريال ده طحفة جدا طبعا هحط سكر دايت براحتك اللي انت عايزة ممكن تشربيها من غير ولو عند الجنزبيل او لمون بجنزبيل بكوات برضو بتبقى حلوة او افتحي بقى البكوات كده زي ما انت شايفة بالمقص وحطيهم كلهم على الارفة مياه النغلية بقى الجميلة بتاعتك ممكن تحطي فيها شرايح من اللمون برضو بيبقى حلوة جدا ما قدرتش اشرب الحاجة كده لازم احط سكر فاكتفي بالسكر الدائم الكيس ده بمثابت معلقة سكر واحدة ده بقى اللي هيهدم لك الدنيا كلها فطرنا النهاردة وتغدينا طاغي انطحفة وحلينا كمان فلازم تعمل المشروب ده قبل ما تنامي فتسحي الصبح هتلاقي نفسك عسل 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 يارب فيديو النهاردة هيكون عجبكم لو عجبتك فكرة الفيديو حطي عليها لايك عاوزاكم تتابعونا على جروب الشماليل على الفيسبوك هسيبهلكو في اول تعليق مسبت تحت كده نختم الفيديو بتاعنا معاكم بالكوباية الجميلة دي او المجل الحلو ده وجاري تحت البطنية عشان التالج اللي احنا في ده قولوا رأيكم بكل صراحة في المجموعة بتاعتنا النهاردة وفريق الشماليل ولو حابين انتوا تشاركوا صور من روتنكم اليومي ابعتوا هلنا على الجروب على طول يارب فيديو النهاردة يعجبكم واتمنى ان هو يكون خفيف كده على قلبكم وتحطوا برضه عليه اللايك واشوفكم بخير ان شاء الله قريبا جدا مع الف سلامة